الرجل الذي يفكر في الزواج الثاني اكتف ورق الأسباب الحقيقة اللي تخليك تفكر في الجواز التاني وهل ممكن تصلحها في جوازك الحالي؟ واجه نفسك انت تقدر تتحمل عواقب القرار ده نفسيا وماديا واجتماعيا وافتكر ان خيال الجواز التاني مش بس متعة وسعادة لا ده مسؤولية وحياة تانية انت مسؤول عنها قول لنفسك انا مش حبني بيك جديد عشان اهدم البيت الاول لان اللي تباني على الهدم ما بيعاش اتأكد ان الطرف الجديد طيب ومش خبيس او غيور بحيث ان ممكن يكيد لبيتك الاول ويدمر راجع نفسك كويس قبل ما تظلم الزوجة الجديدة بحيث انك ممكن تسيبها بعد الزواج لضغوط البيت الاول وضغوط الحياة صارح الزوجة الجديدة انك مستحيل تتخلى عن أسرتك الاولى ورائب كده رد فعلها اشتركوا في القناة موسيقى